هل مشكلة عدم الاشتغال مع وجود الانترنت على تطبيقك الخاص ديسكورد؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى نافذة الضبط والإعدادات هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات بعدها نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة سوف نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق الديسكورد نضغط على الديسكورد ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحة بيانات ثم نضغط على مسحة تخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي تقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من أتنسوا اشتراك وضغط على الهدف اللايك ونتقل في فيديو آخر إن شاء الله